والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحربوا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم لا يؤاخذكم الله فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحذير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذك الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاه المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم مديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره أعفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذنفقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حوما واتقوا الله الذي إليه لتحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتبون قل لا يستوي الخبيث والطي يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعطلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميحا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان دوا عدد منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة مره تحبسوا رهما من بعد الصلاة فيقصمان بالله فيقصمان بالله فيقصمان بالله إن التبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قبام وبعهد الله أوفو ذلكم وصف يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية الثالث وعدل منكم أو آخران أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقصمان بالله فيقصمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قبام ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا فآخران يقومان فآخران يقومان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقصمان بالله فيقصمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهم ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة أن يقومان بالشهادت على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم وإذا الجهل واتقوا الله واسمعوه والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله المصر فيقول ماذا أجبتم قالوا لا حلم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى من مر يمذكب نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتولاة والإنجيل وإذ تخرق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفق فيها فتنفق فيها فتكون طيرا فتنفق فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مغيم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مغيم اللهم ربنا أنزل علينا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخينا وآية ما تجاءون وارسقنا وأنت خير وارسقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن برجم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحقه إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرطيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير سورة الأنعام مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنوم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كاموا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلتنا من قبلهم من قبل مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار لجريب تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبسنا عليهم ولنبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نسله الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكل في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضض فلا كاشف له إلاه وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إليها للقرآن لإنذركم به وبنبلغ فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبلاءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ثم نقول للذين أشرقوا أين شركاؤكم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا ثم نقول للذين أشرقوا أين شركاؤكم الذين كنتم توعدون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفتغون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرام وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطيه الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه إن يفلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمعروسين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بالقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتدهم قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصر لا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين فإن كان كبرى عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فدأيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا أنزل عليه آية وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون أمم أمثالكم إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ قَبْلِكَ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن خد الله سمعكم وأبصاركم وقتم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصدق الآيات ثم هم يصدقون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من يوم الله لما جاءني البينات من ربي وأمدت أن أسلم لرب العالمين وأمدت أن أسلم لرب العالمين قل إني قل إني أمدت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي قل إني قل إني أمدت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل إني نهيت قل إني نهيت أن قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبة به ما عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر بحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقب ولا يابس ولا رقب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم الحفظ حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفذقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحقم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من رمات البر والبحر تضعونه تضضعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضهم بحس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبن مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يقوبون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقوبوا في حديث غير وإما ينفينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغوتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع فإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وبما كانوا يكفرون لهم شراب من حميم وعذاب أليم وبما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشراب لهم شراب من حميم وعذاب أليم وبما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضبنا فنرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خرق السباوات والأرض بالحق ويوم يقول فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الضيب والشهادة وهو الحكيم الخبير فإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ظلال مبين وكذلك نريه إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكما قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي فلما رأى الشمس بازغته قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي فلما جن عليه الليل رأى كوكما قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أل من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك له الأمن أولئك له الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته ومن ذريته داود وسليمان وأيوب داود وسليمان وأيوب ويوسف وبوسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضل على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهو وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افتغى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تستكبرون اليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جدتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وأبغوركم وما نرى معكم وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنكم في أنهم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فارق الحب والنواه يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفقون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا وشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها طلوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل وجنات من أعناب والزيتون والضمان وجنات من أعناب والزيتون والضمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علب سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولبد كله صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار لا لا تدركه الأبصار وهو وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف القبيل قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أمصرف لنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركه وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعملون ترجمة نانسي قنقر